اشتركوا في القناة بعد حوار طويل مع النفس وبعد استثمار كل خبراتي القانونية وأصول التفسير والتأويل والرجوع إلى القيم وتقاليد ومبادئ المحامة والقانون وظني أن هذا القرار يتصل بحيواتنا جميعا في الحياة وبعد الممات ويتصل أيضا بحقوق ورثتنا ومستحق معاشنا بعد الوفاة وكل نفس ذائقة الموت ولا يبقى إلا وجه ربنا ذي الجلال والإكرام القرار عنوانه بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحق معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة بعد الإطلاع على قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وعلى قوانين المحاماه السابقة عليه وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماه منذ كانت وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلا بملفه بالنقابة العامة وإذ تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماه لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف بل وتخالف القانون وتعرض المحامي أو مستحق معاشه في حالة وفاته للهوان وللإعنات وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقا ثابتة لهم بحكم القانون وإذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقا للمادة 197 من قانون المحاماه مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال ولا بأس على هذا البأس على الخطأ في التفسير وحيث أن مقصود النص هذا هو الفيصل الواضح بجلاء والجاري عليه العمل من سنوات بعيدة بما فيها سنوات سريان قوانين المحاماه السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد سنوات التي نقل فيها اسمه اختيارا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين وهو جدول معد لإثبات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبا يمنعه من مزاولة المهنة على ما جرت عليه المادة الرابعة عشر من قانون المحاماه الحالي والنصوص المماثلة بقوانين المحاماه السابقة عليه من عدم جواز الجمع بين المحاماه والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقا للقانون إلى آخر ما ورد في النص وحيث أنه إعمالا لهذا النص وذلك الواقع فقد أنشأ من قديم جدول لغير المشتغلين نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43 و44 وينقل إليه أي إلى هذا الجدول لغير المشتغلين اسم المحامة إذا رغب في اعتزال المحاماه اختيارا أو كان ذلك واجبا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماه مثل ما أوردناه سلفا مما جرت عليه المادة الرابعة عشر من قانون المحاماه ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون ومن حيث أنه لا سند بتاتا لمطالبة المحامي أو مستحق معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات المقيد فيها فعلا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين وحيث أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة هي سنوات اشتغال ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه ويكفي لضحض هذا الإدعاء إذا الدعي به البطاقة الضريبية وشهادة تأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحامة ومن حيث أنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحق معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقا وإعناتهم بما لا أصل ولا محل له في القانون ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات لذلك قررنا أولا يوقف فورا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش أو مطالبة مستحق معاشه عند وفاته بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة فعلا بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلا سنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه ثانيا على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه ثالثا لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش أو من ورثته ومستحق معاشه بعد وفاته إلا شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم ما قامها شهادة الضرائب رابعا يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة صدر بنقابة المحامين اليوم الأربعاء 24 من فبراير 2021 ويعمل به فورا من تاريخي أطيب تمنياتي لكم عاشة نقابة المحامين وعاشة المحامون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته